بين أكوام النفايات البلاستيكية يبحث هؤلاء الأطفال عن رزقهم وهذا الطفل اضطرته ظروف الحياة لترك الدراسة والعمل في ظروف غير آمنة بعد أن فقد الأب وتمثل عمالة الأطفال أكثر من 40% ويعمل بعضهم في مهن خطرة كأعمال التعدين والبناء ومع زيادة نسب عمالة الأطفال تزداد حالات التسرب المدرسي إحصائيات متغاربة يتغدر بأن عدد الأطفال العاملين في سوق العمالة بحوالي 300 ألف طفل عامل والرغم كل فترة قابل هذه الزيادة وربما يعزى ذلك للظروف الاقتصادية الطاحنة لفقد الأب لفقد العائلة الوحيد وهذا يأتي على حساب أن الطفل المفترض في مرحلة معينة يكون في مقاعد الدرس قانون الطفل السوداني منع عمل الأطفال واتخذت الدولة إجراءات من شأنها الحد من عمالة الأطفال لكن الأوضاع الاقتصادية في البلاد دفعت الكثير من الأسر لتشغيل أبنائها في مجالات تتسبب في مخاطر صحية ونفسية الغانون السوداني حدد 45 منشط ينبغي أن لا نجد طفلاً في هذه المناشطة الاقتصادية على الإطلاق لأنها خطر عليه أما الطفل بعد العام 2014-2015 في بعض الأعمال البسيطة لأعمال الرعاة سروى الحيواني طبعاً في الريف السوداني والزراعة في الريف السوداني اللي بتحفز الطفل وتخليه يعني يعتمد على الزاد يساعد الأسرة الإضرابات السياسية والصراعات القبلية والأزمات الاقتصادية جميعها عوامل تؤثر على حياة الأطفال ونموهم النفسي وبحسب خبراء فإن عمالة الأطفال أصبحت حلاً لكثير من الأسر التي تعاني من الفقر الأزمة الاقتصادية في السودان فاقمت من ظاهرة عمالة الأطفال وبالرغم من الإصلاحات القانونية التي أجرتها الحكومة السودانية إلا أن فرص الحد من عمالة الأطفال تبقى رهينة بالتوصل لحل للصراعات التي تؤدي للنزوح ودخول الأطفال سوق العمل تهاني إبراهيم الحرة الخرطوم